2 تريليون جنيه انفاق ده يعتبر المبلغ الاكبر في تاريخ الدولة الحديثة انفاقا على احد المرافقة ده الكلام اللي بتقول الحكومة انها دفعت على مدار التسعة سنوات اللي فاتت 2 تريليون جنيه مصري لتطوير ما يسمى بشبكة الطرق والكباري او المشروع القومي اللي اطلقه عبدالفتاح السيسي في 2014 تحت مسمى المشروع القومي للطرق والكباري واللي مستمر لحد سنة 2030 حسب كلام الحكومة مبلغ زي ده واللي زي ما بقول لحضراتكم يعتبر المبلغ الاضخم في تاريخ الدولة المصرية امرنا ما صرفنا مثلا 2 تريليون على التعليم او على الصحة او على البنية الاساسية للمواطن او على التنمية الزراعية ورفع كفاءة الارض والارتقاء بمستوى الفلاح او حتى على التفقيف الصناعي ودعم القطاع الصناعي في البلد لكن صرفناهم على الطرق والكباري وبالمناسبة عشان ما نبقاش بندفن راسنا في الطراب في تغير الوضع غير في طرق وكباري تبنت وفي طرق اتعاملت في صحرة وفي محاور اتعاملت مكان مدن كاملة لكن الغريب واللي مرتبط شوية بتطوير الطرق والكباري ان في بعض المشاكل اللي بدأت تظهر اما بسبب اعطال فنية او بسبب مشاكل في الانشاء نفسه او ان الكبري او المنطقة ما كانتش في حاجة لهذا الكبري بهذا الحجم او بهذه الضخامة تشعر وكأن اللي بيدفع في وادي واللي بيصمم الكبري في وادي اخر واللي بينفذ هذا الكبري في وادي تالت وجميعهم في دولة غير الدولة اللي عايش فيها المواطن المصري التنفيذ لا يراعي متطلبات المواطن ولا الحالة المادية والاجتماعية للوطن بارح كان هذا الخبر قال لك جثة وخمس مصابين في انهيار جزئي بمحور في الجزء محور ده اللي هو محور كمال عامر ومنهار مبارح جزء منه ووقعت سقالة ومش عارف كاميرا خرصانة المهم بالنهاية توفي عامل اسم محمود عبدالنبي 33 سنة واصيب خمسة اخرين بجروح متفرقة وتم نقلهم للمستشفى محور اللي واقع مبارح او واقع جزء منه مبارح ده هو نفس المحور اللي الحكومة اعلنت عن افتتاحه كليا في نوفمبر اللي فات يعني في شهر 11 انا فتحت المحور ده واعلنت الانجاز وتكتب وتصمم انجاز في شهر 11 جيت في شهر واحد واحد واقع المحور اتى المواطن واصاب خمسة اخرين اعادة افتتاح محور لو تحطيلي الخور كده اللي بعده اعادة افتتاح محور الفريق كمال عامر بعد انتهاء اعمال التطوير وده كان يوم 25 نوفمبر يعني قبل حوالي شهر وعشر ايام طريق ده قالك بعد الانتهاء كليا من تطوير هذا المحور يمكن ده بيفتح سؤال بريء بعيدا عن اتهام الحكومة او بعيدا عن التشكيك في انجازات الحكومة او انفقها 2 تريليون جنيه على ملف الطرق والكباري ليه بلدنا الوحيدة اللي الكبرى بيتعامل فيها النهاردة بيقع بكرة وليه احنا فقط عندنا الطريق بيتم انشاءه النهاردة ويتصرف عليه مليارات تنزل المطراء شوية شتا يبوش الطريق وكأن شيئا لم يكن في الوقت اللي كان الطريق او المحور واقع وقات المواطن شاب عنده 33 سنة كانت الحكومة بتحتفل بانجازاتها في حصاد ما يسمى 2023 تحديدا في الطرق والكباري ست اللي هو هشام امنا امبارح ايضا كان بيتكلم عن الحصاد وقال لك حصاد 2023 التنمية المحلية انفق 20 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية وانشاء الكباري ده كلام مين؟ ده كلام وزير التنمية المحلية اللي هو هشام امنا واللي قال ان الطرق الداخلية وبالمناسبة عايزين نفرق ما بين حكتين الرقم ده اللي هي الطرق الداخلية بتاعت المحليات طريق للرابط ما بين ابو المطمير وسيد غازي طريق اللي رابط ما بين سملوت ومش عارف ديروت او مش عارف ملوي طرق اللي ما بين عزبتين دي كده بتهتم بيها المحليات ويطلع وزير التنمية المحلية اقولك صرافا 20 مليار جنيه عملتوا قدية سيادة اللي وقالك نفذنا 15 كبري ورفعنا كفاءة 6700 كيلو متر من الطرق المحلية ده بالاضافة لرصف وتطوير 3333 كيلو متر من الطرق المحلية ده حسب كلام هشام امنا وزير التنمية المحلية في السنة واحدة وده جزء من ملف كبير اسمه ملف الطرق والكباري او المشروع القومي للطرق والكباري وخير من يتحدث عن هذا المشروع سيد وزير النقل سيد وزير النقل بقى اللي هو الكامل الوزير قال لنا انه تم انشاء 365 او جاري انشاء 365 كبري بحلول 2030 دي انجازات الدولة في قطاع مشروعات الطرق والكباري حسب كلام السيد المهندس كامل الوزير حيث بس اقدل حضرتك بعض من الارقام اللي قالها كامل الوزير عشان ما نبقاش لا بخاسنا الراجل حقه وانجازاته حسب ظنه ولا اغفلنا واخفينا هذه الانجازات وفي نفس الوقت ان بعرضنا الموضوع قدام حضرتك وانت لبيب تقول لي هل فعلا هذه الانجازات اتحققت هل فعلا الفلوس دي تصرفت كامل الوزير بيقول على سبيل المثال ان في 2014 كانت شبكة الطرق الرئيسية في البلد 23.5 ألف كيلو وعندنا 38 كبري عن نيل و1500 كبري ونفق ومزلقان بالاضافة 125 ألف كيلو طرق محلي ده اللي كان امتى؟ ده اللي كان في 2014 النهاردة حسب كلام كامل الوزير بعد 2 تريليون جنيه وصلنا لهذه الارقام في 2023 كامل الوزير بيقول انشأنا 7000 كيلو متر من الطرق الجديدة عشان يبقى اجمال الطرق على مستوى الجمهورية حوالي 30 ألف ونص كيلو متر طورنا 10.000 كيلو متر من الشبكة الحالية بالاضافة لانشاء 13 محور جديد و935 كبري لهي احنا بقينا بلد الألف كبري عارف انت زمان كانت القاهرة اسمها بلد الألف مئزانة النهاردة اسمها بلد الألف كبري ألف كبري في القاهرة حسب كلام الحكومة خلال الكام السنة اللي فاتت او في عموم الجمهورية يعني قالك 935 كبري عشان يبقى عدد الكباري النهاردة 24 ألف او 2000 2435 كبري متوقع ان يصل عدد الكباري في 2030 حسب كلام كامل الوزير ل2800 كبري حكومة اللي بانت خلال الفترة اللي فاتت دي 980 كبري او 935 كبري ما بنتش 935 مستشفى ولا عمل التسعمية خمسة وتلاتين مدرسة زاد كفاءة يعني او مدرسة جديدة من العدم ولا بنت 935 مصنع ولا طورت 935 شركة ولا عندها خطة في 2030 توصل بعدد الشركات اللي شغالة في المجالات الاستراتيجية او المصانع للرقم اللي عندها خطة توصله في مجال الطرق والكبار لكن اذا كانت الحكومة عملت هذا الكلام فاهلا وسهلا مش كلا اللي بتتابع هذا الكلام ان الحكومة وهي بتعد انجازات شغالة بلا دراسة جدوى زي ما قال السيسي قبل كده فطبيعي الكبري اللي فتحه في شهر 11 يقع النهاردة طبيعي جدا يعمل كبري اسمه كبري النادي الاهلي وبعد 3 اربع شهور يهدوه طبيعي جدا يبقى كبري موجود على الطريق الزراعي او الطريق الصحراوي تعدي تحته من تعدي عربية من تحته تزغزغه شوية كده يقع الكبري ليه لان اللي بيقرر واللي بيستلم واللي بيخطط واللي بينفز حجرة الزابط اللي شغال بتمام شفنا على الهوى بيتقلوا الكبري ده ياخد 6 شهور يقولوا لانا عايزه في شهرين يعني اعايزه في شهرين يعني هرمي البخارسانة والاساسات لسه مانا شافتش اعمل العمدان لسه العمدان ما صلبتش احط مش عارف البلاطة لسه البلاطة ما اشتغلتش احط الجدران لسه الجدران ما عملتش اشيل الشده عشان اسلم الكبري فيوقع الكبري بعض من الحوادث المشافهة لحدثة مبارح في الوقت اللي الحكومة بتفتخر بانجازاتها وحضرتك انا مش هقيم حضرتك تقيم وتقول لي هل هذا هل احنا ماشيين في السكة الصحيحة هل بلدنا رقم واحد على مستوى العالم في كفائة وجودة الطرق الكباري زي ما الاعلام بيجدب ويقول هل بلدنا فعلا صفرت هذا الملف وعملت انجاز ولا كله اعمل الخبر بيقولك انهيار كبري تحت الانشاء بالقايرة واتهامات للهيئة الهندسية في الجيش ده كبري مين يا معلم ده الكبري اللي موجود في ميدان الساعة اللي رابط ما بين شارع عباس العقاد في مدينة نصر والنزهة الجديدة والكبري اللي كان اسمه كبري رابعة العدوية واللي طلع عبدالفتاح سيسي قال له لأ ده اسمه كبري المستشار هشام بركات تعمل الكبري وقع وهو لسه شغال تفرق كده على فخر فخر صناعة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كبري هشام بركات او رابعة العدوية في مدينة نصر واللي وقع هم لسه بيعملون انا عارف ان ممكن حد يطلع يقول لي يا عم ده حادث عرضي بيحصل في اجدع العائلات واقوى الدول كبري بيتعمل بسبب وقع بسبب ان الخرصانة لا هقولك لا عندي خلال الكام سنة اللي فاتوا او سنتين تلاتة اللي فاتوا اكتر من تلاتة وعشرين حدسة انهيار لكبري اثناء التشييد او بعد تسليمه بشهر واثنين وثلاثة بالمناسبة الكبري بتاع مدان الساعة ده هو نفس الكبري اللي افتخر بيه عبدالفتاح سيسي ايام كورونا لما اتريع على المهندس وقاله فين المدني اللي هنا اهو الخبر حطه كده عم خالد قالك انهيار كبري اه تفاخر بيه السيسي فين المدني والكمامة ده نفس الكبري اللي وقع وهم لسه بيعملوه حدث حاسب اتجاب المدني او العسكري المهندس او المعماري او المقاول او المنفذ اتقلوا الكبري ده وقع عليه وبالمناسبة الكبري يقع معناه اهضار للمال العام معناه زيادة في الانفاق معناه ان الرمل والزلط والحديد والطوب وساعات العمل كل ده راح في الهوى هنبدأ نرفع ننظف ونشتغل تاني من جديد يعني التكلفة الضعف واضرب في اتنين شوف هذا الخبر ايضا هدم كبري زهراء المعادن بعد شهرين من افتتاحه كباري طرق السيسي تبتلع المليارات والارواح ايضا كبري زهراء المعادن ده اللي هو فين يا سيدي ده الكبري اللي موجود في سكة المحور بتاع حصاب الله الكفراوي بيعملوا محور كده اسمه حصاب الله الكفراوي هيتكلف مليار ومتين مليون جنيه عملوا كبري اسمه كبري زهراء المعادن شغلوه شهرين قرروا يعملوا محور حصاب الله الكفراوي فهدوا محور زهراء المعادن او كبري زهراء المعادن اعرض لك كمان لحظة سقوط احد الكباري وهو كبري فيصل الجديد على المواطنين الكبري بتاع المترو واللي وقع وقتل احد المواطنين كده اتنين احنا عمالين بالعد ناس بتموت مش بس الكبري بيقع لا ده بيقع وبيقتل تحته مواطنين ده لحظة انهيار كبري فيصل الجديد على المواطنين نتابع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فبيعتبروها مناطق عسكرية يعني انك تقف بعيد كده وتصور ده ممكن تبقى جريمة ده اقصى مكان تقدر تقف منه وتصور لكن الكبري كان واقع جوه فوق دماغ المواطنين ده بيحصل في القاهرة والجيزة بس لا ده بيحصل على عموم الجمهورية او في عموم الجمهورية في ال 27 محافظة ده انا في كافر الشيخ مثلا قبل حوالي سنة سنة ونص كان فيه كبري موجود على احد الترع على مصرف نمرة 11 الكبري اسمه كبري الهوكس على مصرف نمرة 11 والحكومة المفروض بتعمله ترميم مرة واحدة الكبري اللي بتعمله ترميم واقع بالكراكة والعمال فقاتل احد الأعمال الخبر هوت شايفي الكبري ده او ده الحكومة قال كانت بترممه يعني بتديله شوية اسمنت من بره وشوية بوية عشان نعده كبري من ضمن الكباري اللي تم تجدده اول تعليق من وزارة الراية على انهيار كبري بكافر الشيخ قالك اتهد خطأ ويه اللي اتهد خطأ يعني اتهد خطأ يعني انا بس ايه عايز حد عبقري من العبقر المسؤولين في البلد يطلع يقول لي يعني كبري اتهد غلط وزارة الراية قالت انها كانت بتجدد هذا الكبري بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لكن الكبري لم يتحمل الحفار اللي كان بيجدده ما انت بتجدده زي كبري اللي ما تحملش الكراكة اللي وقف عليه وقع وقتل احد المواطنين كده تلاتة بالمناسبة قتل احد المواطنين قالك اتهد خطأ طب ده كان في كفر الشيخ تعالي كده نبص بص على محافظة الداهل ايه كل دي كباري لسه اما بيتجدد او لسه بيتعمل او لسه فتحينه خبر هو تقالك انهيار كبري تحت الانشاء في ميت غمر بالداهلية كبري ده كان فين كبري ده كان موجود في منطقة داقا دوس او داقا دوس مدينة ميت غمر في محافظة الداهلية حسب مصادر محلية ده كان لسه بيعملوه حاجة كده زي كبري الساعة وحاجة كده زي المحور بتاع انبارح لسه بيعملوه وقع ايضا تكلفة اضافة او ضعف التكلفة ده بالاضافة انه محدش اتحاسب ولا حد اتقلوا ليه الكبري وقع او ازاي الكبري وقع عندي كمان فيه كبري اسمه كبري التلاجة يعني نحكيلكو شوية على موضوع كبري التلاجة ده لان كبري التلاجة او كبري ميت نمى ميت نمى في محافظة الاليوبية حددتو حدوتة لها فضيحة بجلاجل يعني حاجة كده ايه فضيحة مسكة سجاط حكومة عملت هذا الكبري او الهيئة الهندسية سلمت كبري ميت نمى بمحافظة الاليوبية ووقع الكبري بعد شهرين وبالمناسبة ده مش كبري سيارات ده كبري مشاه معجزة كبري التلاجة للمشاه بشبرة الخيمة انشأيتو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وانهار بعد شهرين كبري وزنو مية وعشرين طن مية وعشرين طن عملتو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة شهرين يا مؤمن بالزبط كلف واحد وخمسين مليون جنيه ووقع الكبري في بيرو يعني سليم كده عارف انت ايه حتة واحدة قطعة جاتوه نزلت قعدت على الارض بركت على الارض من اللي كان بيتابع عملية معينة سقوط الكبري قالك سبع لواءات وخمس عمدة مسؤولين عن هذه الليلة قدي حضرتك الاسماء الزملاء مجاهزين لحضرتك الاسماء سيارة اللواء عبد الحميد الهجان محافظة الاليوبية اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق الكبارية اللواء عمرة بورية نائب مدير الامن اللواء محمد البيلي مساعد وزير الداخلية للمرور اللواء محمد عبد الحفيظ مدير الادارة العامة للمرور اللواء هاني ثروط واللواء عبد الفتاح الاساس مساعدي مدير الامن القطاع جنوب. اللواء سامح بيرت مساعد مدير الامن الفرق شبرا. واللواء ياسر طنطاوي ده مساعد مدير الادارة العامة للمرور. دولة الكام لواء دول سبع لواءات. اللي كانوا بيعينوا سقوط هذا الكبري عشان يطلعوا لنا التقرير اللطيف. بالمناسبة سادة اللواءات دولت زي هم في سادة اللواءات هما اللي عمل الكبري. هما اللي استلموا الكبري. مش بس سبع لواءات. ده كان فيه خمسة عمه ده كمان بيعينوا الكبري اللي واعه واللي فضل مرمي واقع على الارض. تمن ساعات وقافل الطريق. العمدة اللي حضره. قالك العميد هيسم شحاته مدير الحماية المدنية. والعميد احمد ابل وفا معمور اسم اول شبرا. والعميد انطونيو جمال. والعميد احمد سعد مباحث الادارة. والعميد محمد البطوطي مدير مرور الاليوبية. والعميد محمد الصحصاح. رئيس حي غرب شبرا الخيمة. لحد دلوقتي مفيش حد متخصص. قالك لأ كان فيه معاهم اتنين مهندسين. عشان يكتبوا التقرير. من المهندسين دولت? المهندس مصطفى مجاهد بتاع مية الشرب. والمهندس مصطفى الشيمي بتاع الصرف الصحي. ده بالاضافة لهيسم الدسوقي. اللي هو رئيس مدينة شبرا الخيمة واللي جيه في الاخر. طب بالله عليك. كبري. عمليته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. استلموا السادة الزباط في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. واقع بعد شهرين. اللي رايح يكتب التقرير ومعاينة. هما السادة اللواءات والعومة ده. ده بيقولك ماذا يحدث في ملف الطرق الكباري في البلد. هذا الخبر ايضا. هدم كبري مدينة نصر. بعد سنة من انشاءه. الناس اللي سكنين في مدينة نصر في كبري مشهور اسمه كبري النادي الاهلي. كبري اللي كان بيقف تحت زمان حمو بتاع الفول الناس القديمة بقى في مدينة نصر. حمو بتاع الفول كان بيقف تحت الكبري ده قبل ما يهدوه ابنه. هدوه وبنوه. سلموه في نهاية الفين واحد وعشرين. ووقع هدوه تاني في الفين اتنين وعشرين رغم ان الكبري ده اتصرف عليه اكتر من خمسة وتسعين مليون جنيه مصري. حد قال ليه? حد الفين حد قال ازاي? يا باشا دي معجزات. دي فتوحات ربانية. واثنين تريليون جنيه اتصرفوا على الطرق الكباري. خرب هندسة الهيئة. نيار كبري مشاه بتاع جامعة مصر بيستدعي فضيحة التلاجة. فاكرين فضيحة كبري التلاجة اللي كنت بكلم حضراتكو عنها من شوية. في كبري زيه ايضا بنيته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. والكبري ده بقى ساعدتك اللي دافع تامنه جامعة مصر الدولية بطريق القاهرة اسماعيلية الصحراوي. بنوه قبل ثمان سنين ووقع من كم يوم. لان العربية معدية من تحته زغزغيته شوية كده فخدت الكبري معاها. واقعوا ده اه ادى ايضا لوفاة احد الطلاب. بتعدوا معايا عدد الوفيات بسبب الكباري اللي بتقع ولا لا? شوف هذا الخبر. لحظة انهيار كبري ابو اتاتا. ده ايضا قبل تشغيله اثناء التشتباط النهائية. واقع الكبري فوق دماغ المواطنين. وبيقولوا اتل تلياتا على الاقل. نتابع هذا الفيديو. الكبري لسه ما اشتغلش والعمدان بتقع. الكبري لسه ما اشتغلش. الناس تحت الحديد. الناس ميتها تحت الحديد. الناس ميتها تحت الكبري. الكبري ويع في الناس ولسه الكبري ما اشتغلش. هذه شغل الحكومة. طب مش كل الحوادث دي خلينا نقف واقفة ونسأل نفسنا هل احنا الفلوس دي بيدفعها صح. في المكان الصح. بالطريقة الصح. ولا الفلوس دي بتتدفع غلط. طب ما يمكن فيه سوق في التخطيط. طب يمكن فيه سوق في الادارة. طب يمكن اه فيه سوق في تشغيل الموسيقى في هداني. لو قفلتوها يكون شاكر. ممكن يكون فيه سوق في اي حاجة. دلوقتي احنا دفعنا اتنين تريليون جنيه مصري لملف الطرق والكباري والطرق والكباري بتقع فوق دماغ المواطنين زي ما حضراتكم شايفين. شوف هذا الخبر. قالك تكرار حواجز سقوط كباري المشاه في مصر يثير غضب المواطن. سقوط جزئي لجزر في الجزيرة دون ضحايا. طيب. التكرار هزي الاحداث خلى الناس بقيت شايفة وامتبعة. مثلا الناس بتكتب على مواقع التواصل الاجتماعي بتتريع. هي الحكومة مش شايفة ان الناس بتتريع على موضوع الطرق والكباري. طيب هم الناس المسؤولين في البلد. هو كل الشعب المية وخمسة مليون اللي شايفين ان الحكومة بترمي الفلوس على الارض في الطرق والكباري. كل دول ضد الناس. ضد الدولة. ضد الحكومة. كل دول ما بيحبوش بلاتهم. شوف هذا التعليق من جابر الارموتي لما قال مفيش حاجة اسمها كبري مشاه يقع عشان عربية خبطت فيه. اتمنى يحصل تحقيق جاد. ولازم المهمل والفاسد يتحاسب. شكرا يا عم جابر. خليني اقول لحضراتكو. الحكومة اللي بتستثمر في الفشل ما زالت مصرة على بناء الطرق والكباري. كامل الوزير قالك ان الخطة بتاعتنا لحد الفين وتلاتين. وده رئيس هيئة الطرق والكباري بيقولك احنا بنخطط. لانشاء عشر كباري جديدة بتكلفة تلاتة مليار جنيه في هذا العام اللي دخل علينا مبارح برجله اليمين. حمد عالسلام. هنبني كبري. هيعمله كبري في ابو تيج وساحل سليم عن النيل. هيعمله كبري بديل لخزان اسوان عن النيل. وهيعمله محور كبري الفشن في ابن سويف. وكبري الطمى في سواج. وكبري جرجة. وكبري ديروت. وكبري آآ دراو. ومحور تلا آآ بوسط الدلتة. والقطة عن النيل. ده من اضافة لمحور ابو غالب ومحور ديشنة عن النيل. دول العشر كباري اللي المفروض هيتعاملوا خلال هذا العام. يعني مش عارف. قدي قدام حضراتكو كلام الحكومة بمنتهى الحياة دي. كلام المواطن والوقاعي اللي بترد على كلام الحكومة. الكبري بنعمله النهاردة بيقع بكرا. بنعمله وهنسلمه بعد بكرا بيقع النهاردة. الكبري تسلم بعد شهرين واقع. بعد اسبوعين ضاع. بعد ده وضع الطرق والكباري. فما تجيش تقول لي احنا بقينا رقم واحد او من اعلى مش عارف ايه. على مستوى العالم ودخلنا موسوعة جنس. وعملين عد كباري. بيقولك السنة بنينة تسعمية مش عارف. خمسة وثلاثين كبري. تسعمية خمسة وثلاثين كبري. وهنوصل في الفين وثلاثين لالفين وثمينموات كبري. هو حد بيعد وراك الكباري. انا اعرف ان الناس بتفتخر نحنا حققنا المركز كزا في جودة التعليم. بنينا كزا مستشفى بتقدم خدمة مجانية للمواطن. لكن عملنا كباري. عملنا طرق. دهلنا اسفلت. عملنا محاور. ويرتنا فالحين. طريق بيتعمل. صرف عليه ملايين. تعدي تحته عربية. تزغزغه. تلمسه. تحك فيه. يوع الكبري على الارض. ده ما بحصلش في اي حتة في العالم الا في بلدنا.